اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقام بتسليم الرسالة وزير الديوان الملكي خلال استقبال خدم الحرامين شريفين له في قصه بالرياض بعد ظهر اليوم اشهد معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اشهد بالرؤى الحكيمة والمضامين البليغة التي جاءت في خطاب صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الاعلى بمملكة البحرين الذي وجهه مساء امس لشعب مملكة البحرين وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان خطاب صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة اكد حجم المؤامرة الاجرامية التي حيكت ضد مملكة البحرين وشعبها الكريم ومشروعها الاصلاحي وتجربتها التنموية الرائدة التي استدفت المساس بامنها واستقرارها وبث الفرقة والفتنة في المجتمع البحريني المسالم الا انه بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهود ابناء البحرين المخلصين وصمودهم وتضحياتهم عاد الامن والامان الى المملكة وبفضل الحكمة والرؤية الثاقبة التي تعاملت بها مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا مع هذه الازمة الموسفة وتداعيتها على المستويات كافة واوضح الامن العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان تأكيد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة على اهمية منظومة مجلس التعاون والروابط المتينة والتاريخ والمصير المشترك الذي يربط شعوب دول المجلس يعبر عن مشاعر متأصلة في وجدان الشعب الخليجي ويعكس رؤية حكيمة لما ينبغي ان يكون عليه حال دول المجلس حاضرا ومستقبلا وهو ما تأكد عبر التلاحم الخليجي الذي تجلى في اروع صوره بتواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين لحماية امنها واستقرارها والدعم السخي الذي قدمته دول المجلس الى مملكة البحرين وسلطنة عمان لدعم اقتصادهما واشاد الدكتور عبدالطيف الزياني بالدعوة التي وجهها سمو والي العهد الى شعب البحرين بالتمسك بالوحدة الوطنية والمحافظة على التسامح ونبذ العنف والفرقة والطائفية وكذلك على اهمية استمرار عملية البناء والتحريث والتطوير في مملكة البحرين وتحقيق مستقبل افضل لشعبها واضاف الامن العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان خطاب السمو والي العهد بمملكة البحرين قد حدد ملامح الحراك السياسي المقبل في مملكة البحرين عبر المؤسسات الدستورية القائمة باعتبارها قادرة على تفعيل التطوير والمسيرة المباركة التي بدأها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين من خلال مشروعه الاصلاحي الذي حقق للبحرين انجازات عديدة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكان محل يعجاب ومتابعة من دول المجلس ومن دول العالم اجمع واكد الدكتور عبداللطيف الزياني ان خطاب سموه يحمل الكثير من التفاؤل والامل بمستقبل مشرق لمملكة البحرين وان تضافر جهود ابناء البحرين وتكاتفهم كفيل متجاوز هذه الازمة وتحقيق الامل والطموحات التي يتطلعون اليها من اجل وطن امن مستقر مزدهر ومتطور اصدر رئيس محكمة السلامة الوطنية الاسنافية قرارا يتضمن حذر نشر اي معلومات او بيانات او اخبار عن القضايا المنظورة او التي ستنظر امام محاكم السلامة الوطنية بجميع دوائرها وذلك في كافة وسائل الاعلام المقروئة او المرئية او المسموعة او الالكترونية وذلك حفاظا على سلامة الادلة وضمان حق الشهود في الحماية القانونية وسوف يتم اطلع الرأي العام بتفاصيل هذه القضايا وسير اجراءتها عن طريق الجهات الرسمية المصرح لها بذلك فقط تواصل الادارة العامة للمرور تقديم خدماتها الهم والفاعل للمواطنين والمقيمين في المملكة في اطار دورها المكمل للمنظومة الامنية المتناسقة لوزارة الداخلية وقد كثفت الادارة جهودها خلال الاحدث الاخيرة لتامين سيابية اكبر في الحركة المرورية والحد من التجاوزات المرورية الخاطئة درءا للحوادث وحماية للارواح والممتلكات يحظى التناغم في الاداء بين كافة اجهزة وزارة الداخلية باحترام وتقدير بالغ خصوصا انه يستهدف في الاساس حفظ امن واستقرار الوطن وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون على السواء ووسط هذه المنظومة المتناسقة وصلت الادارة العامة للمرور اداء رسالتها في الميدان باعتبار ان المحافظة على الارواح والممتلكات والحد من وقوع الحوادث ونشر السلامة المرورية هو الاساس الذي تنطلق منه جهود الادارة وتشير المتابعة الميدانية الى ان الادارة العامة للمرور قد ابلت بلاء حسنا خلال الاحداث الاخيرة التي شهدتها المملكة واحس الجميع بالدور الايجابي الذي ادته جميع العناصر من خلال تكثيف تواجدها في كافة شوارع المملكة وتوزيع الدوريات الراجلة والمتحركة بهدف ضمان انسياب الحركة المرورية وعدم تعطيل مصالح الناس الحيوية خصوصا في اوقات الذروة وقد عمدت الادارة الى تكثيف حملات تنفيذ القانون والتي بفضلها تمكنت من خفض معادلات الحوادث المميتة بشكل ملحوظ رغم زيادة المضطردة في عدد السيارات كما استطاعت من خلال حملاتها الحد من بعض السلوكيات المرورية الخاطئة وكذلك من المخالفات الجثيمة بمختلف انواعها كون الادارة العامة للمرور الجهة المسؤولة عن تأمين سلامة كافة مستخدمي الطريق ولان الهدف واحد ولان الامن والاستقرار والسلامة المرورية من مصلحة الجميع فقد حازت هذه الحملات المرورية ترحيبا وتقديرا جماهيريا تجلى في التعاون الكامل من قبل المواطنين والمقيمين مع رجال المرور من خلال التقيد بالانظمة والقواعد المرورية وهكذا يؤكد رجال المرور انهم عازمون على مواصلة اداء رسالتهم الوطنية ومجابهة كل التحديات التي يمكن ان تعوقهم لان خدمة الوطن وحماية اهله ستظل دائما في مقدمة الاولويات كشف المعارض الايراني علي رضا جعفر زادا في مؤتمر صحفي في واشنطن كشف عن وجود موقع قرب طهران لمجمع صناعي سبق ان انتج مركبات تدخل في تصنيع مئة الف جهاز طرد مركزي من اجل تخصيب اليورانيوم واكد علي رضا جعفر زادا ان موقع تابا في الخدمة منذ اربع سنوات ونصف السنة وينتج غلافات الالمنيوم ومغناطيس ومضخات جزائية ونابيب مركبة وقواعد لاجهزة طرد وقد عرض عددا من الصور الجوية لمشاءات صناعية نوية واكد ان تلك المعلومات مؤشر على ان طهران ليست شفافة كما تزعم ولا تنوي التعاون مع المجتمع الدولي ولا تسعى الى برنامج للطاقة النووية السلمية واوضح ان المعارضة الايرانية في المنفى نقلت هذه المعلومات بالتفصيل الى الادارة الامريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ادانت الامانة العمال رابطة العالم الاسلامية تدخل الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء ذلك في بياننا اصدره الامين العام لرابطة العالم الاسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي كما اعربت عن القلق الشديد للشعوب الاسلامية والمنظمات والمراكز الاسلامية بسبب تصريحات بعض المسؤولين الايرانيين التي تثير الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعد انتهاكا لسيادة هذه الدول التي تنعم شعوبها بالاستقرار والوئام وتعيش في امن وسلام واضاف ان رابطة العالم الاسلامي تدين تدخل ايران في شؤون دولة الكويت وذلك بزرعها شبكات التجسس على اراضيها لتحقيق اهداف عدوانية تضر بالكويت وشعبها وهي تدين كذلك تدخلاتها في شؤون مملكة البحرين ومحاولات اثارة الفتنة الطائفية بين صفوف شعبها ودعوتها الى الفوضى مؤكدا ان هذا التدخل يسقط شعارات ايران الداعي الى وحدة المسلمين انفجر الثلاثة انبيب للغاز جنوب العاصمة الايرانية طهران ولم ترد تفاصيل عن سقوط قتل او جرحة الا ان متحدثا باسم شركة النفط الوطنية اكد ان الانفجارات لا ترجع لمشكلات فنية يأتي ذلك بعد شهرين من وقوع ثلاثة انفجارات في المنطقة نفسها بالقرب من مدينة قمة الايرانية يذكر ان خطوط الانبيب تنقل الغازة من المصافي في جنوب ايران الى الشمال والشمال الغربي استشهد فلسطينيان في قصف جوي ايصالي استدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ليصل عدد الشهداء خلال اقل من يومين الى سبعة واعلنت كتائب القسامة الجناح العسكري لحركة حماس ان الشهدين من نشطائها وهما من بلدة خزاعة جنوبا كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا شرق مدينة رفاح جنوب القطاع مما ادى ليصابة ثلاثة فلسطينيين وليعادل الاعتداءان لصاليان ضمن سلسلة اعتداءات منفعية وجوية على مناطق في غزة ادت الليلة الماضية لاستشهاد خمسة فلسطينيين موقف حماس هو اننا لسنا مع حالة عدم الاستقرار ولكننا في ذات الوقت نقول ان اي اعتداء من العدوان نحن سنرد عليه ولن يتوقف ابدا لنا لصان المقاومة حتى نثأر لكل قتلانا وشهدائنا وعلى العدوان يفهم رسائل الامس بفهم واضح وإلا فسيتحمل تابعات المسؤولية طلبت المستشارة الالمانية انجلا ميركل من اسرائيل احراز تقدم في عملية السلام بحلول شهر سبتمبر المقبل وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع رئيس الوزراء الاسرائي بن يمينة نيهو انه يجب يحراز تقدم هام في عملية السلام من الان وحتى خريف عام 2011 وأوضحت ان احراز تقدم في عملية السلام امر اصبح اكثر الحاحا من اي وقت مضى وانه يجب تجاوز المأزق الحالي غير ان المستشارة الالمانية ميركل اكدت في الوقت ذاتها ان بلادها لن تعترف من جانب واحد بدولة فلسطينية نواصل نشط الاخبار من تلفزيون البحرين وفيها ايضا في جنون قرية مصرية للفنون والجنون والهرب من ضغوط الحياة تقدمت كتائب القذافي باتجاه ضواحي مدينة مصراطة غرب ليبيا حيث اشتبكت في مواجهات مسلحة مع الثوار الذين يحاولون استعادة هذه المدينة الساحلية وبحسب متحدث باسم الثوار فان كتائب القذافي تقدمت من الجهة الشرقية لمصراطة وتحديدا من مدينة اقصير مما دفع الهالي لاخلاء منازلهم هربا من القتال الدائر هناك بدورها اشارت لجنة الدولية للصليب الاحمر لمغادرة سفينة مساعدة مدينة بنغازي شرقا متجهة الى مصراطة التي تحاصرها كتائب القذافي منذ اسابيع رفض حلف الشمال الاطلسية الاعتذار على غارة ليني استدفى الدبابات للثوار الليبيين على منطقة بين البريغا واجدابيا شرق ليبيا واسفرت عن مقتل اربعة اشخاص هما اثنان من الثوار وطبيبان واصابة اربعة عشر وفقدان ستة اخرين ما اثار غضب الثوار النيتو اوعز ذلك الى ان قوات التحالف لم تكن على علم بان المعارضة المسلحات تستخدم مثل هذه المدرعات يأتي هذا في وقتنا كلفه ضابط امريكي كبير ان احتمال نجاح الثوار في الاطاحة بنظام القذافي ضئيل مشيرا الى ان النزاع يخترب من مأزق على الارجح الى ان حلف النيتو نفى وجود مأزق على الصعيد السياسي والعسكري اشهد الجنرال كارتر هام قائد القيادة الافريقية للقوات الامريكية لنشوء حالة جمود بين المعارضة والقوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي وخلال جلسة للجة القوات المسلحة في الكونغرس اكد الجنرال هام ضرورة تزويد الولايات المتحدة المعارضة الليبية باستلاح واستبعد الرئيس الامريكي باراك اوباما ارسل قوات برية الى ليبيا فيما اكد مسؤولون في ادارتها ضرورة تحديد المشاركة الامريكية في ظلب حرب مطولة محتملة هناك وفي وقت سابق اعلنت المعارضة الليبية التباطؤ الغارات الاطلسية على البلاد بعد تخلي الامريكيين عن قيادة هذه العمليات اعلنت الحكومة الالمانية استعدادها لتقديم مساهمة عسكرية في مهمة انسانية اوروبية في ليبيا مشددة في الوقت ذات على ان ذلك لا يشكل تغييرا في سياستها الخارجية وقال المتحدث باسم الحكومة استيفن سايبرت ان وزيري الخارجية والدفاع افادا خلال مجلس الوزراء انهما مساعدان مبدئيا لمشاركة الجيش الالماني في مهمة انسانية للاتحاد الاوروبي في ليبيا في حال تلقي طلب بهذا الشان من الامم المتحدة وبذلك تكون المانيا تطبق قرارا اتخذه الاتحاد الاوروبي اذ اعلن في الاول من نسان ابريل استعداده لاطلاق هذه العملية في حال تلقيه طلبا ممثلا من مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية استجب محاققون اسكتلنديون وزير الخارجية الليبية السابق موسى كوسا المشتبه بضلوعه في تفجير طائرة شركة البنام الامريكية فوق مدينة لوكربيا الاسكتلندية الذي اسفر عن سقوط مائتين وسبعين قتلا عام ثمانية وثمانين وبحسب محطة بي بي سي البريطانية فان استجواب كوسا يهدف لتحديد مدى معرفته بواقع الحادثة كما اوضحت ان الاستجواب تم في لندن التي وصلها كوسا نهاية الشهر الماضي بعد انشقاقه عن النظام الليبي طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من القوات الموالية للعقيد معمر القذافي انهاء محاصرة المدن التي تخضع لسيطرة الثوار وقال اردوغان ان وقفا حقيقيا ليطلق النار يتعين تطبيقه فورا وعلى الوحدات العسكرية الخاضعة للقذافي ان ترفع حصارها عن بعض المدن والانسحاب وذلك في معرض تقديم ما سماه خارطة طريق وضعتها حكومته لتسوية الازمة الليبية وطلب اردوغان ايضا فتح ممرات انسانية امنة لتقديم المساعدة للشعب الليبي وقد نقلت تركيا اكثر من 400 جريح الليبي هذا الاسبوع لتلقي العلاج على اراضيها توصل وزيراء الداخلية الايطالي والفرنسي الاتفاق للعمل المشترك على التصدي لموجات المتسللين من تونس في عرض البحر متجوزين الجدل الذي لوح بازمة في العلاقات بين روما وباريس حول تصريح الاقامة الموقعة الذي قررت ايطاليا منحه للمهاجرين وفي ختم اجتماعه بنظيره الفرنسي كلود جيان اعلن وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني انهما اتفقا على تسير دوريات بحرية مشتركة قبلة السواحل التونسية لوقف انطلاق مراكب المهاجرين من تونس القتال حكومة السورية باللائمة في اعمال العنف والاحتجاجات التي اندلعت اليوم على جماعات مسلحة وذعى تلفزيون الحكومي صورا لمسلحين يرتدون الملابس المدنية قال انهم اطلقوا النار على قوات الامن وعلى المدنيين ذو تفجرات احتجاجات في انحاء سوريا قالت بشأنها وسائل الاعلام انما لا يقل عن سبعة عشر شخصا لقوا مسرعهم فيها خاصة في مدينة درعا وقال ناشطون ان الاف الاكراد تظهروا في شرق سوريا مطالبين بالاصلاح على الرغم من عرض الرئيس هذا الاسبوع تخفيف القواعد التي تحرم العديد من الاكراد من الجنسية السورية قال مصدر مسؤول بمكتب رئاسة اليمنية ان الرئيس اليمنية علي عبدالله صالح جدد في خطابه اليوم ترحيبه بجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل الازمة باليمن ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن المصدر قوله ان صالح يرحب بالجهود والمساعي الخيرة التي يبذلها الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم السعودية لحل الازمة بين الاطراف اليمنية وكان التلفزيون اليمني قد نقل كلمة اعلن فيها صالح رفضه للمبادرة التي تقدمت بها قطر لحل الازمة السياسية في اليمن بعقد حوار بين السلطة والمعارضة انطلقت في القاهرة اليوم مظاهرة مليونية للضغط من اجل اسراع في تنفيذ مطالب الثورة ومحاكمة رموز النظام السابق وكانت هذه المظاهرة المليونية التي شهدتها العاصمة القاهرة قد دعت اليها ائتلافات شبابية وقوى سياسية للاستجابة لمطالب المعارضة المصرية طالب المعتصمون خلال التظاهرات بإقالة رؤساء الجامعات والكليات باعتبارهم عينوا من طرف النظام السابق فضلا عن حل الحزب الحاكم سابقا وحل المجالس المحلية التي يستحوذ عليها الحزب الحاكم قال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس امام الجنود في قاعدة ليبرتي قرب بغداد قال ان تطور الاوضاع في العراق يؤكد نجاح العملية الديمقراطية واضف جيتس خلال لقائه العسكريين الذين يشاركون في تدريب القوات العراقية قال ان الامور لا تزال غير مكتملة بعد لكن ما تم تحقيقه يعد انجازا كبيرا مقابل التحديات الامنية وكان جيتس قد التقى مع مسؤولين عراقيين في بغداد وفي مقدمتهم الرئيس جلال طالباني حيث بحث معه تطورات الاوضاع في العراق وسبل تعزيز الامن ووقف الاعمال الارهابية وتمحورت المحادثات بشكل خاص حول احتمال بقاء وجود عسكري امريكي الى مبعد العام 2011 لتقديم المساعدة مثل حماية المجال الجوي تخوض الولايات المتحدة سباقا مع الوقت للتوصل الى اتفاق في مجلس النواب قبل منتصف ليل الجمعة السبت حول الميزانية الفيدرالية 2011 يجنب البلاد شللا اقتصاديا وقد انتهى اجتماع جديد بين الرئيس اوباما وقادة الكونغرس مساء الخميس دون التوصل الى نتيجة ولو ان الرئيس اعلن ان هوة الخلاف قد تقلصت وقد حذر اوباما من العواقب التي ستلحق بالاقتصاد الخارج للتو من اخطر ازمة شهدها منذ ثلاثينات القرن الماضي بحيث سيصيب الشلل الادارة والاجهزة غير الاساسية اعتبارا من منتصف ليل الجمعة في حال عدم الاتفاق ولم يخفي الديمقراطيون تشاؤمهم لاصرار الجمهوريين على تضمين قانون المالية تدابير عقائدية ضد الاجهاض والحد من التنظيمات البيئية كما يطالبون بخفض نفقات بستة عشر مليار دولار لقد حققنا بعض التقدم وننتظر صباح الجمعة ردا من الجمهوريين حيال اتفاق على ميزانية حتى نهاية السنة المالية 2011 التي تنتهي في ثلاثين من ايلول سبتمبر امل ان يكون بوسعنا ان نعلن للامريكيين باكرا اننا نجونا من شلل وتوصلنا الى اتفاق لا شيء مؤكدا في الوقت الحاضر والمفاوضون سيعملون طوار الليل في محاولة للتوصل الى اتفاق انتخب برلمان كوسوفو السيدة عاطفة يحيى اغا وهي برتبة جنرال في الشرطة رئيسة لكوسوفو ما انهى ازمة سياسية استمرت سبيع عاطفة انتخبت كاول رئيسة لكوسوفو وهي كمرشحة مستقلة لمدة ستة اشهر بمحاولة لانهاء ازمة سياسية بعد اعلان المحكمة الدستورية قبل اسبوع عدم دستورية انتخاب بهجة باكولي رئيسا لكوسوفو وطبقا للاتفاق بين الاحزاب السياسية الرئيسية الذي ادى الى فوز يحيى اغا سيتم تغيير قوانين الانتخابات بما يسمح باجراء انتخابات رئاسية مباشرة عام 2012 وانتخابات فرلمانية في غضون 18 شهر بدأت قوات حضر السلام الفرنسية باخلاء الرعاية الاجانب من العاصمة العجية ابيجا الى اماكن غير معلنة بعد ان تصاعد العنف هناك ويتواصل القتال بين مؤيدي كل من الحسن وترى الرئيس المعترف به دوليا ومنافسه الرئيس المنتهي ولاية لوران باكبو ويوجه باكبو مسلحيه من مخبأ تحت الارض رافضا الدعوات الدولية والمحلية التي تطالبه بالتخلي عن السلطة وكان نحو 46% من العاجيين قد صوتوا لصالح باكبو مقابل 54% فضلوا وترى في انتخابات نوفمبر 22 الماضي التي ادت لنشوب قتال بين الطرفين اعلن الرئيس العاجي المنتخب الحسن وترى في خطاب رسمي فرض حصار حول مقر يقامة الرئيس المنتهي ولاية لوران باكبو في العاصمة ابيتجا وبرر وترى الحصار بقوله انه يهدف لتأمين امن سكان الحي مشير لنيته كشف كافة المجازر والجرائم ومحاكمة مرتكبيها كما حث وترى باكبو وانصاره على المصالحة وطلب من قوته فرض الامن في ابيتجا للامتناع عن ارتكاب اي عملية عنف او نهب واشر وترى لنيته تخفيف حظر التجوال مطالبا لاتحاد الاوروبي برفع العقوبات عن مرافئ البلاد ومؤسساتها الحكومية يدلي اكثر من ربع مليون نخف جيبوتي باصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يبدو فيها الرئيس المنتهي ولاية اسماعيل عمر غيلة الاوفر حظا بكثير من منافسه المستقل محمد ورسمة ورغيه ويتجه الرئيس غيلة الذي يتولى الحكم منذ واحد وتسعين الى الفوز بدوره بل بدورة ثالثة في هذه الانتخابات التي يقاطعها تحالف المعارضة قتل شخصان وجرح مئات آخرون بعد الزلزال الذي ضرب شرق اليابان بقوة سبع درجات واربع عشر درجة على مقياس الاختر كما سجلت تسربات مائية من محطة اوناجاوا نووية في منطقة مياجي وقالت شركة الكهرباء توهوكو التي تدير المحطة قالت انها اكتشف تسربات في خمسة مواقع مختلفة في المحطة من بينها المباني الداخلية التي تحيط بالمفاعلات واشارت الى ان لوحات الانفجار وهي اجهزة مصنمة لتحكم في الضغط داخل تلك المباني تعرضت لاضرار في مبنى التوربينات الخاصة بالمفاعل رقم ثلاثة واكدت الشركة انها تواصل جهودها لتحديد حجم الضرر الذي خلفه الزلزال غير انه لم يتم رصد اي تغير في مستويات الاشعع حول المحطة شارك الالف من الشباب الاسبان بمدريد في مسيرة حاشدة للمطالبة بمستقبل افضل وللتنديد بتقليص الحكومة الاسبانية من المكتسبات الاجتماعية وافادت وسائل الاعلام الاسبانية بانه تم اعتقال ثلاثة عشر شخصا من بينهم قاصر بتهمة الاخلال بالامن العام مشيرة الى ان بعض المتظاهرين قاموا خلال هذه المسيرة بعمل شغب فضلا عن قطع احد اكبر الشوارع الرئيسة بالعاصمة يذكر ان معدل البطالة في صفف الشباب الاسبان يبلغ خمسين في المئة كما ان هناك تحذيرات من مخاطر تدهور النظام التعليمي ونقص الموارد في الجامعات الاسفلية دشنا احد الفنانين قرية وصفها بالفاضلة خصصها للاطفال والشباب يتمكنوا فيها من التعبير عن انفسهم مقابل دفع عشرة دولارات وتقع القرية وصى العاصمة المصرية القاهرة واطلق عليها اسم فجنون ويرى القائمون عليها انها المكان الافضل للهرب من ازدحام المدينة وضوضائها ويمثل اسم القرية فجنون اختصارا لكلمتي فنون وجنون لكنه لا يعني الفوضى اذ يتلقى زوار القرية دروسا في عمل السلصال انضافة للرسم والنحت وتراعي القرية شروط الحفاظ على البيئة ويرى مصممها محمد عبنام انها توفر لمرتديها مساحة للهو والتبكير دون قيود ليكتشفوا مواهبهم وقدراتهم في نهاية هذه النشرة وجيزها باهم العنوين المعرضة الايرانية تكشف موقعا نوويا ايرانيا سريا وتقول ان نوايا طهران النووية ليست سلمية استشهدوا فلسطينيين اثنين في قصف للاحتلال الاصالي سادف خان يونس جنوب قطاع غزاف اخيرا قوات القذافي تتقدم صوب المناطق الشرقية من مدينة مصراطة وتشتبك مع مقاتلية المعارضة الى هنا نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من مركز الاخبار بتلفزيون البحرية شكرا لطيب المتابعة الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة